أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الهام للجنة الأولمبية الدولية في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي وخلال استقباله طامس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أشار رئيس السيسي إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية وتشهيد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة وذلك لتيسير تنقل بين تلك المنشآت مما يعظمه من قدرات مصر في البنية الأساسية الرياضية من جانبه أشهد توماس باخ بالدور الأولمبي التاريخي لمصر كأحدى الدول الإفريقية والعربية الرائدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية وهو الأمر الذي يعد امتدادا للموقع المصري الريادي في المنطقة وقد شهد اللقاء مناقشة أفاق التعاون بين الجانبين لاستضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية حيث أكد رئيس السيسي استعداد مصر توفير الشاتى سبل الدعم في هذا الصدد في حين أشار رئيس لجنة الأولمبية الدولية إلى فقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة